تروي الشعارات والكتابات التي تركها مقاتلو المعارضة خلفهم على جدران حمص القديمة قصص المدينة التي اعتبرت عاصمة الثورة ضد النظام السوري بدءا من أولى الاحتجاجات قبل ثلاثة أعوام مرورا بالحصار الخانق لنحو عامين وصولا إلى خروجهم منها قبل أسبوع وفي هذه الأحياء التي استحالت دمارا يمكن قراءة الشعارات التي كتبها المقاتلون في زاوية كل شارع وغالبا على جدران نخرها الرصاص والقضائف أو على أبواب المحال المتضررة والملتوية طلعنا من هنا حديقة وسجر مسمر كان فيها لكن لما رجعنا لهوني على الحارة هلا اتفاجأنا أنه اشتاير مقبرة تتجاوز فيها ثلاثمائة أربعمائة عنصر من المقبرة المهمين من كان يكون فيها أمراض وفيها حشرات عمل حقنا منها أمراض وحشرات وروائح كريهة كان الجيش يوجه ضربات مؤلمة للمسلحين ينتج عنا عدد من الخسائر والأرواح إلىهم فكانت المسلحين تضطر إلى تحويل الحدائق العامة والحدائق الجوامع إلى مقابر جماعية إلىهم وعلى جدران أخرى يبرز التناقض بين شعارات قديمة تحيي حافظ الأسد الذي حكم البلاد قرابة ثلاثين عاما وإلى جانبها شعارات معارضة مثل يسقط نظام الأسد ومع اشتداد حصار القوات النظامية لأحياء المعارضة والذي جعل القاطنين يقتاتون من الأعشاب والفتات اتخذت الشعارات منح يعكس المعاناة مثل الشعب جعان وفي الأيام الأخيرة للحصار وقبل خروج المقاتلين بدت الشعارات وكأنها تسعى إلى تبرير قبول المقاتلين بترك الأحياء التي قتل فيها نحو ألفين ومائتي شخص بسبب القصف والمعارك خلال مدة الحصار ترجمة نانسي قنقر